معنا مباشرة من الريحانية عبد الحميد سلات مدير مكتبنا هناك أهلا بك عبد الحميد الملاحظ أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا في هذه التعزيزات المرسلة من قبل الجيش التركي إلى الحدود السورية هل من أسباب لذلك هل هذا يعني اقتراب أي عملية عسكرية نعم تحياتي وسام لك ولي السادة المشاهدين حقيقة تصل التعزيزات العسكرية من وحدات الجيش التركي المتشرة في الولايات التركية عامة إلى الحدود السورية التركية وخاصة في هذه الفترة إلى المناطق المحازية مع برباب السلامة والمحازية لريف حلب الشمالي القريبة من منبج ومناطق شرق الفرات وسام وصلت يوم أمس تعزيزات عسكرية كما ذكرت أنت يعني مكونة من قوات خاصة وحدات القوات الخاصة بالإضافة لمدرعات وناقلات الجند المدرعة من مختلف الولايات التركية باتجاه ولاية كيلس بداية ومن ثم وصلت إلى معبر باب السلامة الحدودي مع سوريا لتتوزع على وحدات الجيش التركي المتشرة شهدنا أيضا في الأيام الماضية والأسابيع الماضية اضياد لهذه التعزيزات العسكرية التي تصل اتباعا باتجاه الحدود هذا عدا عن التعزيزات العسكرية ووحدات الجيش التركي المنتشرة أصلا في هذه المناطق منذ أيام عملية غصن الزيتون وانتقلت معظم هذه التعزيزات باتجاه ولاية كيلس والمناطق المحازية لريف حلب الشمالي من ولاية هاتاي ومناطق أخرى أيضا جاء ذلك طبعا بعد تصريحات عديدة للحكومة التركية لأنقرة ولرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرب العملية العسكرية في منطقة منبج وشرق الفرات لتطهيرها من وحدات الحماية الكردية بحسب تعبيره أيضا جاء ذلك بعد الاتفاق الذي جرى بين واشنطن وأنقرة وهو تشكيل قوة مهام مشتركة لسحب القوات الأمريكية من سوريا بعد تصريح الرئيس الأمريكي دولاند ترامب بسحب قوات بلاده من سوريا إذن هي ترقب لبدأ عملية عسكرية طبعا أنقرة صرحت قبل ذلك بأن لا مفر من هذه العملية العسكرية لتطهير الحدود السورية التركية من وحدات الحماية الكردية لذلك هناك ترقب وخاصة بعد ازدياد التعزيزات العسكرية باتجاه الحدود ربما تكون قد اقتربت العملية العسكرية في منبج وشرق الفرات وسام نعم هل يعني ذلك أيضا عبد الحميد ازدياد لربما عدد القوات المتواجدة على طول شريط الحدودي مع سوريا قبل أيام قدر لنا شاهر سماق طبعا مراسلنا في غازي عينتاب قدر لنا العداد بنحو ثمانين ألف جندي تركي باتوا منتشرين على الحدود بعد هذه التعزيزات هل ارتفع العدد طبعا بصفوف الجيش التركي عند الحدود وهل هناك أي تسريبات بخصوص هذه العملية المرتقبة والمتوقعة وإن كان هناك حشد معين لقوات معينة تحتاج المعركة لوجود مثل هذا العدد على سبيل المثال مائة ألف جندي أو ربما أكثر نعم وسام حقيقة يعني التعزيزات العسكرية مستمرة ومدام تستمر التعزيزات العسكرية فهذا العدد يعني قابل الازدياد حقيقة منذ تلك اللحظة التي قدر بها الزمير شاهر سماق من الجهة الشرقية والمحازية لريف حلب الشمالي بأن العدد وصلت حوالي 80 ألف فيمكن أن نقول اليوم أن العدد وصلت حوالي 85 ألف جندي تركي ما بين عناصر من الجيش التركي والوحدات الخاصة أصبحت منتشرة ومتمركزة على الشريط الحدودي وعلى طول الشريط الحدودي في المنطقة المحازية لريف حلب الشمالي إذن هناك تعزيزات عسكرية قوية وكبيرة وربما تستمر هذه التعزيزات حتى بدء العمل العسكري كما ذكرت وسامي التعزيزات العسكرية لم تصل خلال هذه الفترة فقط بعد الإعلان عن التحضير لبدء عمل العسكري في منبج وشرق الفرات فالآن وحدات الجيش التركي متمركزة أيضا في هذه المناطق وكما قلت منذ عملية دراع الفرات وبعدها عملية غصنة زيتون هناك حشود كبيرة للمقاتلين الأتراك مقاتلين الجيش التركي على الحدود السورية التركية ولكن هذا العدد ربما هو كبير على المعركة بحجم المعركة ولكن كما شهدنا من التكتيك العسكري لجيش التركي أثناء القتال في معركة دراع الفرات أو في معركة غصنة الزيتون فالجيش التركي يعتمد على مبدأ الكثافة في المقاتلين والعتاد لتكون الخصائر أقل في صفوفه وفي صفوف الشريك من جيش السوري الحر الذين قاتلوا معه في المعارك السابقة شكرا جزيلا لك عبد الحميد سلات مدير مكتب أوريانت نيوز في الريحانية كنت معنا مباشرة من الريحانية اشتركوا في القناة